أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الخامس لابتدائي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنحل إن شاء الله مع بعض تدريبات سلاح التمييز على الدرس الرابع مناخ بلدي الفصل الدراس الأول تابعوني على قناة العلم والله السؤال الأول أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة رقم 1 طاقة عمدينة مرس مطروح في إطليم مناخ أقول له البحر المتعصف ليه؟ لأن دي تعتبر على ساحة البحر المتعصف وإحنا عارفين أن معظم الأراضي المصرية تعتبر من ضمن الإقليم الصحراوي الحار ما عدا الأطراف الشمالية من ضمن إقليم مناخ البحر المتعصف المعدد السؤال رقم 2 تهب رياح الخمسين على مصر في فصل الإجابة هي فصل الرابع السؤال رقم 3 عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي يحل على مصر فصل الشتاء زي ما احنا شايفين في هذه الصورة السؤال رقم 4 تسقط الأمطار على جبال البحر الأحمر وشبه جزيدة سيناء في فصل الخريف السؤال الثاني أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 تقع معظم مساحة مصر ضمن الإقليم الصحراء والحار المعلومة دي احنا قلناها دلوقتي هذه العبارة ايه؟ صحيحة مع عدل أطراف الشمالية فهي تقع في إقليم مناخ البحر متوسط المعتدل السؤال رقم 2 تسقط الأمطار شتاء على مدينة بورسعيد لأنها تقع في إقليم البحر متوسط المعتدل هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 3 المناطق الساحلية أعلى حرارة من المناطق الداخلية صيفا هذه العبارة خطأ ليه؟ لأن طبعا المناطق الساحلية بتكون درجة حرارتها ايه؟ معتدلة بالنسبة للمناطق اللي هي ايه؟ اللي هي داخلية اللي هي بعيدة عن الساحل السؤال رقم 4 تهب رياحة 50 على مصر في فصل الخريف هذه العبارة خطأ رياحة 50 بتهب على مصر في فصل الربيع وتضر بالمحاصيل الزراعية السقر رقم خمسة تتكون السلوج على قمة سانت كاترين شتاء بسبب شدة ارتفاعها يقصد شدة ارتفاع جبال سانت كاترين هذه العبارة صحيحة السقر رقم ستة تتعامد الشمس على دائرة الاستواء مرتين كل 365 يوما وربع هذه العبارة صحيحة طبعا بتتعامد على دائرة الاستواء مرتين فيأتي فصل الشتاء وفصل الربيع السقر رقم سبعة يحل فصل الشتاء في مصر عندما تتعامد الشمس على مدار السلطان أقول له العبارة خطأ السقر رقم تمانية تقع محافظة المينيا في الإطليم الصحراوي الحار هذه العبارة صحيحة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد المدينة التي تقع ضمن الإطليم الصحراوي الحار المدينة التي تقع ضمن الإطليم مناخ البحر المتوسط المعتدل الغرداء المينيا الجيزة السلوم أقول له إيه السلوم لكن الغرداء والمينيا والجيزة دي يعتبروا من ضمن إقليم مناخ الصحراوي الحار رقم ثلاثة تدور الأرض مرة كل 365 يوما وربع حول القمر الشمس المريخ زحل طبعا بتدور أهل الأرض كل 365 يوم وربع حول الشمس السقر رقم أربعة مدينة يفضل زيارتها صيفا في الصيف يعني ممكن نزورها في الصيف لإعتدال مناخها العلمين أنا الأكسر أسوان أقول له مين أقول له أسوان السقر رقم خمسة تتسبب الأمطار الغزيرة التي تسقط على المرتفعات في حدوث الزلازل السيول البراطين الانهارات أقول له إيه السيول أمطار غزيرة ممكن تتسبب في حدوث السيول السقر رقم ستة تتعامد الشمس في فصلي الربيع والخريف على مدار السرطان دائرة الاستواء مدار الجدي القطب الشمالي أقول له إيه دائرة الاستواء تتعامد مرتين في السماء السقر رقم سبعة يسود جو جاف في مصر خلال شهر سبتمبر أكتوبر أغسطس ديسمبر أقول له شهر إيه أغسطس السقر رقم تمانية تتعامد الشمس على مدار الجدي نركز في كلمة مدار إيه الجدي في فصل الشتاء الربيع الصيف الخريف أقول له في فصل إيه الشتاء السقر رقم تسعة تتعامد الشمس على مدار السرطان في فصل الشتاء الربيع الصيف الخريف أقول له في فصل الصيف السقر الرابع أكتب تفسيرا واحدا لكل مما يلي واحد اختلاف المناخ بين مدينتي المينيا ومرس مطروح أنا عارف أن مدينة المينيا تعتبر في صعيد مصر ومرس مطروح في شمال مصر على ساحل البحر المتوسط فبالتالي المينيا اللي جابت بتكون إيه الإجابة بتكون إيه إن مدينة المينيا تقع من ضمن الإقليم الصحراوي الحار أما مدينة مرس مطروح فتقع من ضمن إقليم البحر متوسط المعتدل السقر رقم اثنين المناطق القريبة من البحر تكون حرارتها معتدلة لأن المنطقة التي قريبة من البحر البحر يعمل على تلطيف درجة درجة الحرارة السقر رقم ثلاثة رياح الخمسين تسبب الأضرار أقول له لأنها محملة بالأتربة فبالتالي تعمل على أو تعمل على إتلاف المحاصيل الزراعي السقر رقم أربعة تسجل مدينة أسوان أعلى درجة حرارة في مصر صيفا لأنها قريبة من مدار السرطان ولأنها تقع من ضمن الإطليم الصحراوي الحار السقر رقم خمسة انخفاض درجة الحرارة في مصر الشتاء أقول لأن الشمس تتعامد على مدار الجد وتكون بعيدة عن مصر السقر رقم ستة تكون السلوج شتاء على جبل سانت كاترين ليه على جبل سانت كاترين بيكون في كمية تلج أقول له إيه لانخفاض درجة الحرارة في المناطق المرتفعة وإحنا عارفين أنها تعتبر أعلى قمة جبلية في مصر هي جبل سانت كاترين السؤال الخامس ما النتائج المترتبة على إيه نتيجة رقم واحد وقوع واحد سيوى ضمن إقليم المناخ الصحراء والحار أقول له إيه أصبحت واحد سيوى شديدة الحرارة نهارا صيفا وشديدة البرودة ليلا شتاء السؤال رقم اثنين إيه نتيجة هبوب رياح الخمسين على مصر في فصل الربيط نتيجة هذه الرياح هو إتلافة المحاصيل الزراعية لأنها محملة بالأتربة رقم تلاتة إيه نتيجة تتميز جنوب سنة بوجود الجبال شاهقة الارتفاع النتيجة هي أن درجة الحرارة تنخفض تنخفض وكمان ايه وتكون السلوك على هذه القمم المرتفعة السؤال رقم اربعة ايه نتيجة تعامد الشمس على مدار السرطان اقول له ايه حلول فصل الصيف في مصر وارتفاع درجة الحرارة السؤال رقم ستة ماذا يحدث إذا رقم واحد كانت معظم الأراضي المصرية تقع ضمن إقليم البحر المتوسط المعتدل اقول له ايه لكان جوها معتدل وكمان تسقط الأمطار عليها شتاء السؤال رقم اثنين ماذا يحدث إذا تعامدت الشمس على دائرة الاستواء مرة واحدة كل عام اقول له ايه كان يحل فصل الخريف مرة واحدة او يحل فصل الربيع مرة واحدة فيه على العام السؤال رقم ثلاثة ماذا يحدث إذا تعامدت الشمس على دائرة الدائرة رقم واحد مرتين في العام احنا عارفين ان الدائرة رقم واحد دي دي بتشير الى مدار الجدية اقول له ايه لكان يحل الشتاء مرتين في السماء السؤال رقم سبعة قارن واحد اقليم البحر المتوسط المعتدل والاقليم الصحراوي الحار من حيث الخصائص المناخية بالنسبة الاقليم او اقليم البحر المتوسط المعتدل ده الخصائص المناخية بتاعته ايه يتميز باعتدال الحرارة او درجة الحرارة كمان سقوط الامطار في فصل الشتاء بالنسبة للاقليم الصحراوي الحار بيتميز بانه صيفا شديد الحرارة وخاصة اثناء النهار وشتاء شديد البرودة وخاصة اثناء الليل وامطاره نادرة وقد تسقط على شكل سيول السؤال رقم اثنين فصل الصيف وفصل الشتاء من حيث حالة الجو وسبب الحدوث بالنسبة لفصل الصيف حالة الجو درجة الحرارة مرتفعة وخاصة في الاجزاء الجنوبية من مصر وبيكون الجو ايه جافا طيب ايه سبب الحدوث اقول مدار السرطان او تتعامد اشعة الشمس على مدار السرطان في النصف الشمالي للكرة الارضية حيث تقع مصر بالنسبة لفصل الشتاء بالنسبة لحالة الجو المناطق الجبلية العالية بالنسبة المناخ مصر في الشتاء يعني المناطق الجبلية العالية يسود الجو البارد والمناطق الداخلية البعيد عن البحر بتضرب فيها درجات الحرارة من الصفر المأوي كما في محافظة المينيا ايه سبب حدوث فصل الشتاء اقول ايه اقول تتعامد الشمس على مدار الجدي وتكون بعيدة عن مصر السر رقم 8 حدد اوجه التشابه الاختلاف بين فصلي الربيع والخريف بالنسبة لفصل الربيع التشابه الربيع والخريف التشابه ان تتعامد اشعة الشمس على دائرة الاستواء مرة واحدة تمام كده ده بالنسبة للتشابه اما الاختلاف بالنسبة لفصل الربيع بيحدث في شهر مارس وابريل ومايو ومناخ مصر في الربيع بيسود جو معتدل وتنشط حركة الرياح زي رياح الخمسين بالنسبة لفصل الخريف بيحدث في اشهر سكتمبر واكتوبر ونوفمبر ومناخ مصر في الخريف بدل تخفض درجة الحرارة وبيسود جو معتدل وقد تسقط الامطار في بعض انحاء مصر وبخاصة في جبال البحر الاحمر وشبه جزيرة سيناء وتنشط حركة الرياح السؤال التاسع اكتب ما تشير اليه العبارات الاتية رقم واحد رياح بتسبب اصابة الانسان ببعض الامراض مثل امراض الجهاز التنفسي اللي هي رياح الخمسين وكمان تعمل على اتلاق المحاصيل الزراعية السؤال رقم اتنين دوران الارض حول الشمس مرة كل 365 يوما وربع دي اسمها الدورة السنوية للارض السؤال العاشر لاحظ الخريطة ثم اجب طبعا انا قدامي الخريطة هون هنلاحظ هنجوا رقم واحد طقع المدينة رقم واحد اللي هي مدينة الاسكندرية دي تمام كده ضمن مناخ اطليم اقوله البحر المتوسط المعتدد السؤال رقم اتنين طقع المدينة رقم اتنين اللي هي مدينة شرم الشيف ضمن مناخ الاطليم اقوله الصحراوي الحر السؤال رقم ثلاثة وضح العوامل المؤسرة في مناخ المدينة رقم ثلاثة اللي هي مدينة كنان ايه هي العوامل المؤسرة اقوله رقم واحد الموقع الفلكي رقم اتنين القرب او البعد من المسطحات المائية رقم ثلاثة مظاهر السطح كل دي عوامل بتؤثر في مناخ هذه المدينة بكده حبيب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التنميز على الدرس الرابع بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكسككم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله